أهلا بكم شباب وكيف الحوال معكم السابي وأنبوكسنغ ثاني مع الرام من شركة A-Data هاي الرام خذيتها حق تجميعة آيرنمان اللي قاعد أعدل فيها خذيتها حق سببين أول شيء أن السرعة عالي عليها 2400 سرعتها تردد الرام اللي أكثر شيء يعني تشوفونها في الكمبيوترات مثلا إذا تشوفون كمبيوتر شغل أو كمبيوتر شيء بتشوفونها لأيام كلها 1600 إذا كمبيوتر يمكن لابتوب جيمينج ولا شيء أكثر بيمكن بيحطون 1866 فهاي الرام 2400 سرعتها أسرع من الرام اللي في جهازي الرئيسي سرعته الرام اللي في جهازي الرئيسي 1133 بقول لكم ليش هاي السرعة خذيتها الرام ثمانية جي بي هو هاي الرام سعرها 34 دينار 90 دولار سعرها ف34 دينار فهاي الرام خذيتها حق أول شيء لونه زينا ذهبي وشكله لأنه كمبيوتر آيرنمان فأبغيت رام ذهبي وشكله ثاني شيء الشركة إيداتها سوون رام سريع بسرعة رخيصة طبعا تردد سرعته سوري أضيعت شوي تردد سرعته 2400 لكن اللي عليه سرعتهم 11 13 13 35 يعني مو وايد مو وايد زين وشنو تقدر تسوي أنك تنزل من سرعة التردد 2400 تنزل السرعة وتنزل من سرعة تنزل من التايمينغز فبشكل مختصر الرام زين حق سعرها وايد زين لكن ما نصح أن تأخذون رام هاي السرعة ليش؟ لأن ما تحتاج 2400 سرعة تردد على الرام أهم شيء أنك ما تأخذ رام بطيء يعني لا تأخذ رام سرعته 1300 كلش كلش بطيء بعدين بيأثر على البرفورمانس وايد طبعا تروح ل1600 بيأثر شوي على البرفورمانس من 1866 يبتدي البرفورمانس يصير فارق بس شامل فريم يعني مثلا من 1866 ل1133 فارق يمكن ثلاثة فريم فريمين فقط من 1133 ل1400 فارق بس شامل فريم هاي في تجميعات العادية اللي فيها ورام والمعالج بروحة لكن في تجميعات الـ APU اللي مشاركة AMD تجميعات الـ APU معناته المعالج اللي داخلها للغرافيكس الغرافيكس اللي داخل المعالج مو عنده رام فشي سوي يستخدم الرام اللي موجود على جهازك فخلنا بطل الرام وإحنا نتحج عندي يستخدم الرام اللي موجود على جهازك معناته إذا الرام اللي على جهازك بطيء بيكون الجيم بلي بيتأثر الفريمز وايد بيصورون أبطع لأن الرام حق الجرافيكس بطيء الرام الجرافيكس لازم يكون سريع ونفس ما قلت ما في رام على الـ APU فلازم يستخدم الرام اللي موجود هنا نفس ما تشوفون صراحة الشكل روعة ومو بس الشكل هو هاي الطريقة اللي مسوي هنا عشان الهوا يتحرك داخل الرام والتبريد يكون أحسن عليه فصراحة يعني شركة A-Data سووا ورام شكله خيالي صراحة يعني وايد وايد حلو شكله وصراحة أبراويكم مشاء الله الجهاز نركب كل شي بأسوي فيديو على الجهاز بتشوفونا شلون حلو شكله فخديت 8GB رام حق الفيديو أديتينج زين وحق الجيمينج زين طبعا حق الجيمينج هالأيام أكثر اللعب تستخدم بس 4GB لو كان قلت حق المستقبل يعني إذا تب يتأكد مئة بالمئة اللعب تشتغل 8GB كفاية 16GB يكون مبالغ فيه فما يحتاج هاي الشي فهاي كان الانبوكسنج حق ال-A-Data الرام اللي عندها باسمه XPG صراحة من أحلى الرام اللي شفته بحياتي أنا شفتوا الرام Corsair Dominator إذا شفتوا الانبوكسنج هم لا بأحطها في الـ Description رام شكلة روعة وأنا قلنا ال-Dominator Platinum أحسن مني لكن صراحة هاي الرام بعاد يعني مو سهل نفس ما تشوفون شكلة وايد أحلى من ال-Dominator في رأي وإذا عندكم تحبون تسوون مثل التجميعات اللي فيها ألوان وأشياء تشيدي بعض الموذربوردز نفس السيبر تقث من شركة Asus اللونة تقريبا نفس هاي اللون فتقدر تحطها الكولر مع شركة Noctua تقريبا هاللون يصير بيج هما يحطون اللون فذهبي يمكن حلو يصير ويا اللون فحلو أنه تأخذ هاللوان في عدة ألوان تقرون تشوفون على أمازون وتختارون منه رام حلو صراحة وسعرها يعني كان زين فهاكا نلمبوكسنج حق ال-E-Data XPG وشكرا أنه نشفت هالفيديو ترجمة نانسي قنقر